السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من استاد المحور يوم سعيد على جمهور مصر جمهور الزمالك بداية ومرورا بجمهور النادي الأهلي ومرة تانية قمة جديدة في نهاء السوبر المصري بعد يمكن من ثلاث أسابيع كانت مباراة يوم 27 لفات كانت مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك والزمالك والأهلي بطل الدوري وتالت الدوري أو صاحب الكارت الذهبي يصلان للمباراة النهائية يمكن طبعا الكل كان يتوقع أن مباراة الزمالك والبيرامز هي هتكون الأصعب الأقوى وهي على الأرض الواقع كانت مباراة صعبة جدا على الفرقتين تقدم نادي بيرامز بهدف الإبراهيم عادل تعادلة السيف الجزيري من مهارة خاصة لناصر ماهر ضرب الجزاء لرمضان صبحي بتخبط في العرضة وتخبط في عواد بدل ما تخش المرمى رجبيته تطلحها برا المرمى وطبق النتيجة كما هي ثم هدف في الوقت مش الضايع وقت الضايع من الوقت الضايع يحرز طبعا يوسف أوباما هدف يتم احتسابه كل الزمالكوية انتهى المشوار الزمالك خرج من البطولة والفار والتقنية الفار كابتل محمود عشور ينقذ الزمالك باحتسابه لتسلل سليم ما يعني حد الناس كتير طبعا تتكلم على فكرة تسلل مش سليم تسلل سليم كلهم على هوا يعني